مصادر التعلم الوحدة السادسة منصة التعلم الرقمية Coursera مميزات منصة التعلم الرقمية Coursera يمكن ذكر مميزات منصة التعلم الرقمية Coursera كما يأتي أولاً توفير مساقات تعليمية متخصصة عالية الجودة تغطي العديد من المجالات العلمية المختلفة ثانياً تقدم أغلب المساقات بشكل مجاني مما يعزز فرص التعلم الجيد والتنمية المهنية وتطوير المهارات ثالثاً مرونة توفير مساقات حسب الطلب وفقاً لجدول المستفيد الزمني رابعاً توفر الدرجات العلمية برسوم دراسية ميسورة التكلفة مع مرونة في الدفع فضلاً عن وجود منح ومساعدات مالية خامساً يقوم بتدريس المساقات أعضاء هيئة التدريس ومدربين أكفاء من جامعات مرموقة ذات سمعة عالية سادساً تتميز المساقات بالحداثة وتطوير المحتوى المستمر وكذلك تغطية المجالات الجديدة والمرتبطة بسوق العمل عيوب منصة التعلم الرقمية كورسيرا يمكن ذكر عيوب منصة التعلم الرقمية كورسيرا كما يأتي أولاً، تركز مساقات المنصة غالباً على الموضوعات الشائعة أو المطلوبة، مما قد يحد من نطاق تغطية العديد من الموضوعات للطلاب المهتمين بمواد أكثر تخصصاً، ثانياً، في كثير من الأحيان، يكون هناك عدم اهتمام من قبل العديد من المتعلمين لمواصلة المساقات المجانية والتسرب منها، ثالثاً، تمثل المشكلات التقنية أحد العوامل المهمة، التي تعيق التعلم الإلكتروني عن بعد، وخاصة مع وجود أعداد كبيرة للغاية تسجل في نفس المساق رابعاً، أغلب هذه المساقات قد لا تناسب الكثير من الفئات، وتحديداً الفئات من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية خامساً، نتيجة لوجود أعداد كبيرة مشتركة في نفس المساق، فإنه يؤثر سلباً على تواصل المتعلم مع المعلم، ومن ثم يصعب تقديم أجوبة مباشرة على استفسارات المتعلمين سادساً، توفر المساقات المجانية المحتوى التعليمي، وبيئة التدريبات العملية، ومجتمعاً للنقاش، وكذلك الواجبات والاختبارات، خلال الفترة الزمنية الخاصة بتعلم المساق فقط، ولا تتاح بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر